طبتم وطابة أوقاتكم أهلا بكم في الغوار تجنبت شركة بريتش بتروليوم بشق الأنفس خسارة في الربع الثالث لكنها حذرت من أن هناك العديد من التحديات المقبلة حيث لا تزال وطيرة التعافي على الطلب على النفط غير مؤكدة بحسب قول الشركة وأعلنت عن صافي دخل معدل قدره 86 مليون دولار للربع الثالث انخفاضا من 2 مليار و 250 ألف دولار في العام السابق وهذا يعتبر تحسن عن الربع الثاني في هذا العام عندما سجلت الشركة خسارة بقيمة 6 مليار و 680 مليون دولار كانت إحدى العلامات الإيجابية في قوائم شركة بي بي هذا اليوم بعد إعلانها لقوائمها انخفاض صافي الدين إلى 40 مليار و 400 مليون دولار في نهاية الربع الثالث قال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان أن السعودية هي أكبر مصدر للبترول في العالم وأن الهند هي مستهلك الطاقة الأسرع نموا في العالم وهذا يجعل البلدان متكاملان أضاف سمو أن المملكة تدرك همية الاقتصاد الهندي للعالم وأن قاطرة تنميتها عندما تعمل بشكل جيد فسوف يزدهر كل الاقتصادين ومن بين تصريحات سموه الهامة جدا قوله أن سوق النفط تجاوز المرحلة الأسوأ وشدد خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية مع رئيس وزراء الهند نارندانا مودي على الاستعداد على كل احتمالات وقال لا نزال متيقظين أعتقد أن هناك تحولا كبيرا في المجمل من حيث أين نحن اليوم وأين كنا في إبريل ومايو تصريحات الأمير عبد العزيز بن سلمان مشاهدين الأخيرة وضعت النقاط على الحروف والمنطق يذهب نحوها بدون تحييز لأن النفط باقي ما بقي الطلب عليه مستمرا حيث قال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان أن الاستغناء عن النفط والغاز احتمال بعيد وغير واقعي كما قال ينبغي أن يكون هناك دراسة لجميع الخيارات لتخفيف الانبعاثات لمكافحة تغير المناخ حذر كذلك من أن عدم الامتثال والالتزام يمكن أن يقوض اتفاق أوبك إبلاس مبينا دعونا لا نركز على الوقود الذي نختاره بل كيف يمكننا التخفيف والتكيف مع هذه الحقائق دون إظهار أي تفضيلات هذه التصريحات مشاهدين تأتي بعد الكثير من الخطوات التي اتخذتها شركات البترول في العالم في التوجه إلى الطاقة النظيفة بنية التخلي عن البترول الإحفوري بشكل مطلق المراقبون يعتقدون أن هذه الشركات فشلت في هذا التوجه وسرعان ما عادت إلى الوقود الإحفوري والشواهد كثيرة أيضا مشاهدين أطلعتنا الكثير من التقارير هذا العام والدراسات وعلى رأسها تقرير بي بي السنوي الذي كان متفائلا كثيرا بالتوجه نحو الطاقة النظيفة وانتهاء عصر الوقود الإحفوري ولقي الكثير من الردود العلمية التي تشكك فيه المختص في شؤون الطاقة يوسف الشمري علق على تصريحات سمو وزير الطاقة الأخيرة دعونا نتابع طبعا مستقبل النفط والغاز حسب ما أدل في سمو الأمير عبدالعيز بن سلمان لا يمكن الاستغناء بصفة تامة عن هذين المكونين وعيسين الأوسيين في مزيج الطاقة العالمي بحلول العام 2030 وقد يكون الطلب متنامي على النفط أيضا بعد العام 2040 في نظر أن التقارير اللي أصدرتها شركة بي بي والتي كانت نوعا ما متشائمة عن مستقبل صناعة البترول في العام 2040 قد يكون لها نظر متحيز لأنه كان هناك فيه تركيز كبير على أهداف المناخ وفي نظر أن الطلب على النفط في مستقبلا سيكون متأثر بشكل كبير في الحياة الجديدة التي سترسمها أزمة كورونا في خلال الخمس سنوات القادمة وكيف سيكون التحول في قطاع النقل أو في قطاع القطاعات الاقتصادية الأخرى مع التغيير في نمط الحركة والتغيير في نمط الأعمال والحركات الاقتصادية يبدو أن الجدل سيستمر بين مناصرية الوقود الأحفوري والذين ينادون بتقليل الانبعاثات في المستقبل أخبار الغوار لهذا اليوم انتهت حتى الملتقى أترككم في رعاية الله